انا انت بتعرف نحنا مكون عم نصور المشهد الاكل بكون على الطاولة عم نعمل بروفا عم نعيد الاكل سقع اربع ساعات خمس ساعات بياخد المشهد انا عندي مشكلة مع الاكل المسقع فانا بحب الاكل دايما صخن 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 كتير طالع عن النار ويكون فيه اكل انا ما باكله يعني انا كل شي رب البندورة ما باكله اشي خبار ما رح فوت بتفاصيل فبيجي الكلوز لعندي نحنا طبعا عم نرجع نعيد المشهد فانا بتطلع لما يكون الكلوز عليها يعني ما بيبين بس طه يعرف العالم لما يكون الكلوز عليها لكلوز عليها يعني الكاميرا بس عليها أنا فعلاء بتجي الحن طلال تجي الحنية بقلب المشهد وبتجي الرومانسية وبيعمل لي بالشاوكي هيكي بنقي شو اكتر شي انا بقرف منه بحياة حبيبي وانتو تخيلوا رانيا بقلب الكاميرا وانا الكاميرا عليها ففسير انا بعمله هي بلشت القصة اول مرة كنت طلال عم بيطبخ فوت على المطبخ طبعا ما يعني المطبخ اي مقاعد وعم بحط كل شي بالطبخة بيض مع طحين مع بصل مع خيار مع اي شيء اي شيء بلاي ادنامي يمكن دو غسيل حطيت معه ما بعرف شو وعملنا هذا الطبع وكراكور يعني اخدته من المطبخ وحطيته على طاولة السفرة فموجود على طاولة السفرة فانا طلع فيه هذا الشرير الصغير اللي جواتي قال لي الله عميل ضرب صغير موجود مش على الاساس ناكل اي 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 بالبروفا ما تمام روى هيك قطعة اخيارة او شيء بالان على الكلوز قطعت هيك قطعة كتير كبيرة بالشوكي يمكن مبين على عيوني وهيك وأكلتها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة